في إطار سعي المشروع العربي في العراق لإنشاء دولة المواطنة ونبذة طائفية وتعزيز وحدته أكد الأمين العام للمشروع الشيخ خميس الخنجر أن وحدة العراق خط أحمر مطالبا بإعطاء صلاحية أكبر للمحافظات من أجل إدارة أمنها وثرواتها الشيخ الخنجر وخلال مقابلة مع وكالة أسوشييت دي بريس أوضح أن الأقاليم التي تبنى على أساس طائفي تهدد مستقبل العراق وأن المشروع العربي ضد أي تقسيم طائفي